شباب السكيلتال مصل شو هي السكيلتال طبعا اليوم نكمل في المادة اخر اخر 20 دكيكة باوزع عليكم الامتحان مشان الراجعة اذا بتكم مش بلاش فاحنا يا شباب السكيلتال مصل هي العضلات اللي موجودة على الهيكل العظمي الموجودة على الهيكل العظمي واضح وهي سومتك مصل شو يعني ارادية جسمانية مش احشائية يعني نعين ان الاعضلات في الاحشائية وايش السومتك الجسمية الاحشائية مثلا الامعاء فيها عضلات القلب في عضلات ولكن هاي عضلات شو ما لها احشائية جوا بالحشو تبعتنا هي انفولنتري ولكن السكيلتال مصل شو مالها يا جماعة هي سومتك هي فولنتري السكيلتال مصل شو وظيفتها تربط العظم مع بعضه صح؟ وتحرك العظم بس مش دايما بتربط العظم مع بعضه مش شرط عظم مع عظم السكيلتال مصل يعني مثلا هاي العضلة ماسك العظم هاي مع هاي صح؟ ولكن مرات السكيلتال مصل مثل اللي موجوده في العين مشان تحرك العين اذا ماسكي مع العين ماسكي مع العين ليش السكيلتال مصل مهمة في الاناتومي؟ لانها الها اسماء الها ايش؟ اسماء في عنا انواع تاني من العضلات زي العضلات الملساة والعضلات القلبية مالهاش أسماء يعني الأمعاء فيها كل الأمعاء والمعدي والمريء شوفيهين فيهين عضلات إيش يا جماعة مالساء بنفسي مش العضلات المريء إيش والمعدي إيش مالهينfon أسماء فيه طبقة يعني جدار المعدي جدار المريء جدار الأمعاء فيهين عضلات مالهينش أسماء قاد ا commence عضلات مالساء ولكن العضلات السكيلية تلئエلهم اسماء هاي إلها اسم هاي العضل إلها اسم فاهميا إلهم اسماء فلذلك مهمات في الأناتومي لأنهم إلهم بداية ولهن نهاية وبعملهم function معين وبغذيهم عصب معين وذا العصب المعين ضرب معناها العضل هيدة تنشل معناها انت بتبطل تقدر تعمل function اللي بتعمله هاي العضل فلذلك مهمات في الأناتومي واضح؟ مهمات نعرفهن نعرف كيف شكلهن وين يبلشن طبعا يا جماعة هن سترياتيد مسيل شو يعني سترياتيد مسيل هن عضلات مخططة شو مالهن مخططة مخططة واضح شو يعني مخططة لما نطلع عليها تحت المايكروسكوب ها منشوف فيها ايش يا جماعة اخطوط اخطوط طلع كيف شكلها الاسكليتال مسيل في شو طلعو شو معنى مخططة فش صورة هون بس بدأ برجيكم يا طلع كيف شباب هاي صورة اسكليتال مسيل شايفين هاي كلياتها خلية عضلية شايفين هاي كلياتها خلية عضلية شايفين هدول اللي خطوط اللي فيها هيكا شايفين هين سترياشن شو معنى ستريا مركة معنى كلمة ستريا ذاكرين الخطوط اللي في البطن ها اسم هن ستريا ها الخطوط اللي في البطن اسم هن ستريا ها اسم هن ستريا ها هين شايفين هن طلع كيف مخطط سايفين سايفين كيف الخطوط هاي زي الدفتر فبسموهن ستريايتد شو معنى هن ستريايتد ذاكرين الخطوط اللي في البطن ستريا ستريايتد ففيهن خطوط هن الخطوط اللي موجودة وين في سكيليتال مصل فهن سترياتيد مصل إذن سكيليتال مصل هن يا جماعة سترياتيد هن سترياتيد مصل فهن شو معنى سترياتيد مصل واضحة إذن هن بولانتري سومتك سترياتيد صح موجودات على سكيليتون سكيليتال مصل لما نجي نطلع على سكيليتال مصل ها. وين رحنا احنا. هون. اسكريتا المصل لما نيجي نتطلع عليها. شكلها زي الفلش. شو يعني الفلش? اللحم. علوة هاي. لما نيجي احنا الخروف. خروف. ندبح ولا ايش. اللي لونه احمر هذا شو هو? الفلش اللحم. هي الفلش. فليشي. يعني شو بكلك عنها? فليشي. شو فليشي? لحمية. ردش. شو ردش? خمره. كونتراكتايل. تنقبض. العضلي بشكل عام يا جماعة. عبارة عن اشي الو بطن. اشي الو بطن. ويلو طرفين. الو بطن. ويلو طرفين. هيك العضلي. مش هيك بتخيلها. هيك. صح? البطن. ها. هو اللي بعمل كونتراكشن. الاطراف هي تندون. شو هي? تندون. مرابط. تندون. بيجي لون هبيض. روح تطلع على غضلة خروح. بتلاحظوا اطراف العضلي شو ما لها? خطوط بيضة. خيوط بيضة. لانها ملاني كلجين. بنضل او كلجين. طبعا البلي. البلي اللي هو البطن. يعني العضلي ايلها بطن? ويلها? اطراف. الاطراف من كونتراكتايل. شو يعني من كونتراكتايل? وظيفتها تعمل اتاتشمنت. شو يعني اتاتشمنت? واصل. طول العضلة لما نقول العضلة طولها عشرة سنطة. كلمة طول العضلة من بدايتها لنهايتها. من بدايتها لنهايتها. من ايه? من بدايتها لنهايتها. يعني العضلة من بدايتها لنهايتها شو مسميها? ها? يعني مش البطن بس تبعها. من طرفيها. من المربط. من نهاية المربط لنهاية المربع تفكنا العضلة هاي العضلة انتو اخدتوها في السيل بايولوجي شوي حكيتوا في السيل بايولوجي عن العضلات لسه يا شباب العضلات الخلية العضلية الخلية العضلية الهيكلية هي عبارة عن خلية سيلندريكل شو مالها رود لايك سيلندر زي السيلندر طلعوا شكلها الخلية العضلية الهيكلية يا شباب زي السيلندر هيها شايفينها كيف زي السيلندر زي السيلندر هيك يعني تخيلوها زي الانبوبة فيها خطوط شايفين الخطوط في خطوط رامكة خطوط فاتحة طب هون خطوط رامكة خطوط فاتحة هاي يا شباب وانسل طلعوا كل هاي خلية وحدي ولكن شو مالها شو يعني فيها عدة انوي ملاحظين فيها عدة انوي ليش لانه في الامبريو وانت طفل صغير خلايا العضلات ما كان خلايا منتصلة عن بعض خلايا عادية كل واحدة فيها نواتها اندمجن مع بعض وعملين خلية شو مالها طويلة فلذلك ظلين مالت نيوكلياتد اذا الخلية العضلية الهيكلية مالت نيوكلياتد سلندركل فيها استرياشن استرياشن فيها دارك استرياشن غامك وفيها لايت استرياشن فاتحات في عنا اذا دارك استرياشن وفي عنا ايش يا شباب اللي هو في عنا نوعين من استرياشن في عنا اللي هو دارك استرياشن وفي عنا لايت استرياشن ها في عنا ليش الخلية العضلية الهيكلية هيك ليش مخططة لانه يا جماعة لو نيجي نطلع هاي كل الصورة الموجودة هون هاي كل ياتها خلية عضلية خلية عضلية هاي كل ياتها شايفينها خلية كلها كلها هاي خلية عضلية يعني اللي شفناها بالصورة قبل شوية اللي شفناها بالصورة هاي السيلندر هاي السيلندر شايفينو هاي خلية عضلية وحدة طبعا كلمة خلية عضلية لانه الخلية العضلية الهيكلية زي السيلندر او زي الماصورة او زي الانبوبة شو بسموها فايبر شو بسموها فايبر سموها مصل فايبر مش كل جينو إلاستين الخلية لأنها شكلها زي هسا لما تجيب انت عضلة خروف وتلاحظ بتلاحظ فيها إيش يا جماعة فيها خيوط صح جوات العضلة هدول منسميه المصل فايبر بس تجاوزا من كل عنهن مصل فايبر إذن الخلية العضلية لها اسم ثاني مصل فايبر شو اسمها فايبر لا مش عطول العضلية مش نوها لآخرها الخلية العضلية هطول معين بس مش يعني من أول عضل لآخرها لا لا غير الخلية العضلية هكذا بس هي زي الفايبر طلقت مع خلية بجنبها حسنا يا جماعة المصل فايبر الفايبر هاي كل ياتها اسمها عضلة هاي اسمها خلية عضلية هاي خلية عضلية طيب الخلية العضلية يا جماعة جواتها في طلعوا مايو فايبر اسمها الخلية العضلية الهيكلية جواتها في مايو فبريل شو مايو فبريل فايبر شو معنى فايبر ليف فبريل تصغير ليف طلعوا هاي كلها اسمها مايو فايبر في جواتها ايش يا جماعة مايو فبريل مايو فبريل شو هني المايوفيبريل يعني كلها يا جماعة كل ماصورة من هدول المواصير شايفين المواصير الجوانية يعني الماصورة بتخيل الماصورة ضخمة جواتها مواصير كل ماصورة جوانية شو نسميها مايوفيبريل مماذا تتكون المايوفيبريل تتكون يا جماعة من خيوط الاكتين والمايوسين تتكون من ايش من خيوط الاكتين والمايوسين وبظلين ينعدم لطول الخلية إذن مايوفايبر ينبذب تتخيلوا مصورة كبيرة وحطيتوا فيها مواصير صغيرة كل مصورة صغيرة شو هي مايوفيبر والمصورة الكبيرة شو هي مايوفايبر إذن المسل فايبر المسل فايبر شو هي السل الخلية العضلية هي شو يعني سلندريكال سلندريكال يعني استوانية رودلاي مالتينيوكلياتيد قلناها شو معنى مالتينيوكلياتيد فيها يا جماعة كثير مايوفيبر الجواتها شو مايوفيبر المواصير الجوانية كل خلية عضلية كل خلية عضلية هيكلية مفصولة عن أختها العضلية الهيكلية الثانية بإشي اسمه اندوميزيام اندوميزيام أكثر من اندوميزي أكثر من مصل فايبر بعملن إشي اسمه مصل فسكل أكثر من مصل فسكل بيعطيني المصل مافهمتوش إشي ولا في أسأل منها شباب شباب شايفين 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 هاي كلياتها هاي كلياتها شايفينها كلياتها لا هاي عدة خلايا شايفين كل واحدة من هدول شباب كل واحدة من هدول شو هنه خلية هاي عضلة طلعوا كيف العضلة كيف العضلة مكسمة طلعوا كيف العضلة مكسمة هاي يا جماعة كل واحدة خلية عضلية مايو فايبر طلعوا جوات المايو فايبر شو فيه اللي زي السجائر هدول شو هنه مايو فبريل أسأل خلية هاي عليها غشاء خلوي وعليها اندوميزيوم طلعوا الخلية هاي مفصولة عن الخلية هاي بهاب شو اسمه هاذا اندوميزيوم أكثر من خلية أكثر من خلية أكثر من خلية أكثر من خلية فايبر أكثر من خلية عضلية بتجمعهم مع بعض بقطين قطعة كبيرة اسمها فسكل شو اسمها هاي؟ فسكل حزمي الحزمة عليها برضو غشاء هايوا شايفينه هذا الغشاء؟ ها؟ إذن هاد اسمه اندوميزيام شو اسمه شباب؟ اللي حوالين الفسكل اسمه بيريميزيام أكثر من فسكل وهاي فسكل وهاي فسكل وهاي فسكل وهاي فسكل وهاي فسكل أكثر من فسكل بقطين إيش يا جماعة؟ العضلة أكثر من فسكر شو بيعطي العضل في عليها هاي الشيء شو تسموه الإبيميزيوم اللي هو ديب فاشيا مش العضل يذاكريه الزمان بكى عليها ديب فاشيا اللي هي بإنفستينغ فاشيا اللي حاولين العضلات كويس إذن يا جماعة أنا في عندي بيريميزيوم إندوميزيوم و إبيميزيوم كيف ترتيب العضلة يعني العضلة الخلية العضلية الهيكلية خلية الوحدة زي الماصورة جواكها مواصير صغيرة الماصورة هاي الكبيرة عليها إندوميزيوم حط أكثر من ماصورة مع بعض شو بتأتي وينها يروح يمشي وفش ممنوع الخضورة نسمح لها سلامتنا وين هي رحل نجل فعندنا يا جماعة الإندوميزيوم والإبيميزيوم والبراميزيوم إندوميزيوم إندوميزيوم بين خلية وخلية بيريميزيوم ها اللي هو حوالين الفاسيكل أكثر من الفاسيكل بعملنا العضل العضل شو عليها ديب فاشيا شو اسمها ديب فاشيا إبيميزيوم هذا كيف الورجنازشن لسكريتا المصل كيف الورجنازشن للخلية العضلية إذن الخلية العضلية خلية العضلية هو هيكلية هي عبارة عن خلية تتكون من مايوفبرل جواتها مايوفبرل زي السجاير المايوفبرل هذول southern ههن خيوط الاكتين والمايوسين اللي بعملن كونتراكشن اتفكنا مايوفبرل طلع أكثر من مايوفبرل مع بعض بعملن السل أكثر من سل مالين الفاسيكل اكتر من فاسيكل شو بعطيان العضلة شو بعطيان العضلة طبعا يا جماعة سكريتا المصل فضلي هزا مش يعني هزا خناب الفاشي اكيد لا لا وين لا لا يعني العضلة لما تفوتي في الاندوميزا بتجرحيها ايكا ضربت العضلة لان اصلا خلايا العضلة نيه بتغذين الخلايا الشرايين والاورد بتمرك في هدولة تكونكتف تشوف يعني الاندوميزيام الاندوميزيام والبيريميزيام هدول اماكن مشان الشرايين والاورد تفوت والاعصاب مشان تغذي اذا ضربتهم بتضرب العضلة هدول فاهمي مش زي الفاشي لا لا بتفرج هدي اصدلي اصدلي لا الميوفيبريل الاندوميزيام طلع الميوفيبريل اتخيل الخلية سبب الخلية الخلية العضلية تخيلها زي باكات دخانة طويلة ايك يقولوا كيف هدول الدخانات السجائرة جواد شو سميه؟ مايوفيبريل البكات كله شو سمه؟ مايوفايبر او اللي هي المسلسل او خلية العضلية هكي الان كويس؟ لسا يا جماعة بشكل عام سكيلة المسل هني بربطن بون مع بون او بون مع كارتليج او ليجامنت او فاشية او كومباينيشن مش شرط انها تربط عظمة مع عظمة ها؟ فاهميا؟ ممكن عظمة مع ليجامنت ممكن عظمة مع ابو نيورسيز دسا ميشوف شو الابو نيورسيز فاهميا؟ مرات بربطن في الايبول مش عظمة اصلا ولا كارتليج ولا ليجامنت مرات بربطن تشوف يعني العضلات مرات بربطن بايش سكيلة المتشوف مرات بربطن في ميوكاس ميمبرين النسان ها من هون هذا غشاء مخاطئ لسانكم رشاء مخاطئ اتفكنا في عضلة العضلة الجو والسان في عضلة جو والسان ماسكي مع ايه ماسكي مع مخاطئ مع ميوكاس من برين لسان نرد نعيد لسان هذا الغطفة تابعه شو هو رشاء مخاطئ مش جو والسان عضلة لما اعمل هيك انا بحرك شو بحرك ميوكاس يعني العضلة الهيكلية تبعت اللسان بتحرك ايه يا جماعة ميوكاس 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 في عنا اشي اسمه يا جماعة الاتاتشمنت وبسكيلتا المصل شو الاتاتشمنت السكيلتا المصل مشان تشتغل بدها تبكى رابطة من محل لمحل اذا العضلة فلتت من محل ما بتشتغل شغلها يعني اذا عضلة ماسكي بمحل وفالت من محل ما بتقبل تعمل كونتراكشن في عنا مرات بربطن مع اشي اسمه الابونيورسل شو الابونيورسل هو عبارة عن ثلاث تندن ثلاث شيت ها هاي يا جماعة ها زي هاي طلعوا ارجوكم شايفين هاي هاي اسمها يا جماعة شو ابونيورسل هاي اسمها ابونيورسل هاي مش ليجامين طلعوا الخلية العضلية الهايكلية هاي خلية عضلية هايكلية مش ماسكي مع ليجامين ماسكي مع ليجامين تعريض شو شو سمينا هذا الليجامنت العريض أو التندون سميناه أبو نيروسيز يعني أنا هاي أبو نيروسيز شايفينا هاي أبو نيروسيز فاهمين الفكرة يا شباب فيم شو معنى أبو نيروسيز إفلا تندون هاي معنى أبو نيروسيز يعني مرات الخلايا العضلية الهيكلية مش شرط مع تندون يربطن ممكن يربطن معيش يا جماعة مع أبو نيروسيز هاي 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 طلعي طبيه هاي عضلي هاي عضلي ماسكي مع العضلي هاي بايش ماسكي او هاي عضلي ماسكي مع العضلي اللي هون هاي بايش ماسكي بابو نيورسيس هاي مش ابو نيورسيس هديك ماسكي عظيم مع عظيم هاي عضلي مع عظيم بس اذا هون العضلة انتي متخيلي دائما دائما متخيل العضلة فيه هيك اشي امتداد مربط كله المربط يعني زي هاده هاده مربط صح هاد تندون احنا متخيلين التندون هيك شفلو صح بس مرات منشوف التندون flat sheet ممكن يربط عضمة طلعوا ممكن يربط العضلة مع عضن هون في عضن طلعوا هاي عضن ها ممكن يربط العضلة مع عضلة شايفين هاده الابنيوروسز اللي هون رابط هاده مع هاي همنا واضح فلذلك الابنيوروسز الابنيوروسز هن flat sheet متندون الابنيوروسز انكر مصلتو علش برمطن المصل الابنيوروسز تو بالعادي لما انا دعم الابنيوروسز بروح بربط على نقطة ولا بربط على عضمة طويلة لما دعم الابنيوروسز عضمة ويلي مثل الابنيوروسز هاي الابنيوروسز اللي هي عضمة الحوض الكبيرة اللي هيك ندورها انا بربط معها ايش بابنيوروسز مش بتندون بابنيوروسز في عنا يا جماعة الابنيوروسز ممكن تمرك يعني الابنيوروسز تربط مصل مع مصل يعني شباب ولا يعني كل هالخرفية الفارطة فارطة فارطة على الاخر هاي يا شباب هاي ابنيوروسز ماسك مع عيش مع عظل مع عظم هاي ابو نيروسيز ماسك مع الابو نيروسيز اللي هون ها ابو نيروسيز مع ابو نيروسيز لمصل ماسك مع ابو نيروسيز لمصل او ابو نيروسيز لمصل ماسك مع ميان مع عظم هاي طلعوا هاي الابو نيروسيز شايفينه هاي ابو نيروسيز هاي عضلي هاي عضلي وهاي عضلي طلعوا الابو نيروسيز رابط بينهن هاي عضلي وهاي عضلي شو اللي رابط بينهن يا جماعة الابو نيروسيز قلنا واضح إذن ممكن يا جماعة الأبنيوروسز يربطن لسكيلتون بالعادي بيكون مش على راس بيكون عرج أو على كريست أو عظم طويل كويس واضح أو بربطن من عضلة لعضلة المثال المثال اللي هو ديب فاشة تبعت اللي تسمى الزورتاي مصل اللي هي في النكست سلاي دستا بنشوفها وفي عنا يعني شو المثال إنه بربط عضلة مع عظم اللي تسمى الزورتاي مصل شو المثال إنه بربط عضلة مع عضلة اللي هو الأبليغ مصل تبعت الأنتيرولوتر الأبدومين الويل طلعوا هاي شباب عضلة هاي عضلة شايفين هاي المنطقة في العضلة هاي كلاتها أبنيوروسز شو هي هاي إحنا هون في عضلة هاي المثال إنه أبنيوروسز ماسك مع عضم هاي أبنيوروسز ماسك مع عضم طلعوا هذا البيض اللي هون كله أبنيوروسز طلعوا ماسك مع مع العضم هاي ماسك مع الفاشة تبعت الفيرتبرة شايفين ها ها كله هذا البيض أبنيوروسز هذا من الأمثلة إنه أبنيوروسز ماسك مع ايش مع السكيلتون مع عضم طبعا اللي تسمس دورساي هاي اسمها اللي تسمس دورساي مصل بما إنه جبنا سيرتها لتسمس دورساي لتسمس معناها برود شو يعني برود برودست الكبير العريض ليستلع كيف عريضة هي لبرودست مصل تبعت الباد أعرض عضلة موجودة وين يا جماعة في الظاهر هاي يا شباب طلعوا من وين لوين هاي بتبلش من تي سبعة لأل خمسة شو تي سبعة لأل خمسة هاي بتمسك من الفقرة تي سبعة الثرساي فيرتبرة سبعة للأل خمسة وبتمشي للثراكولامبرفاشة شو يعني الثراكولامبرفاشة بتمسك مع الفاشة تبعة التوراكول اللامبر بتمسك برضو مع الإليا كي كريست هاي المنطقة شو اسمها الإليا كي كريست بتمسك يا جماعة بعدين مع الانفيريار الثيرد أو الفورت ريب هاي الثيرد أو الفورت ريب طلعوا كديش هاي برودست يعني طلعوا من هون هيك بالظاهر مع الربس اللي هون طلعوا لهون واصل لهون ها كله هذا اللي تسمى الدرساي مصر طلعوا هنا طلعنا فيه شي اسمه الأوريجين شو الأوريجين نين بتنطلق العضلة الأوريجين من وين بتنطلق العضلة العضلة هاي بتنطلق تنطلق أي من الغربسة من بالعضلة من السبين السبين الس where to have to go to the osbidosis You just have to go to the prime من للإليا كيقريست ومن الرب الثالث الرابع أس اكبر تخيلوا كديش طلعوا شو ماسكي هاي العضلة هاي نعم تنطلي وين بتلزك وين بتعمل insertion في الانتر ترابيكولاري جروف أو ذهيو مرس ذاكرين مرة كلنا فيه إش اسمه تيوبيركل في عنا جروف العظيم فيه إش اسمه جروف احنا مش حسن وكتين مش وكتين جايين لك قدام في عنا يا جماعة فيه ثنتين تيوبيركل عليهو مرس تيوبيركلتين فيه بين التيوبيركل والتيوبيركلي جروف انخفاض شو سمو انتر تروبيكولار جروف يعني الاخدود ما بين السنتين التيوبيركل تفكنا طلعوا هون مشان يوضح لنا انه العظمة انه العضلة سوري شفناها هاي الرسمة انه العضلة يا جماعة انه العضلة إلها انطلاق محل بتنطلق منه وإلها محل ايش يا جماعة insertion محل بتنطلق منه ومحل بتعمل فيه insertion المحل اللي بتنطلق منه منسميه origin اللي بتعمل فيه تثبيت شو نسميه insertion سكليتا المصل كيف بيسموه سكليتا المصل احنا كنا في الاناتومي كنا في الاناتومي سكليتا المصل يا شباب كنا الاناتومي سكليتا المصل الاناتومي كنا سكليتا المصل الاناتومي قلنا سكيلتا المصل الأناتومي ليش سكيلتا المصل مهمات في الأناتومي لأن هن هن أسماء صح وهم فانكشن وكثار فكالوا طب ننسمي هالعضلات هاي في عند عضلي هون في عضلي هون في عضلي هون في عضلي هون في عضلي هون ما لنجي سمي عضلات طب ننسمي العضلات طب كيف نسمي العضلات يا شباب كانوا تعالي نسميها بناء على ايش يا جماعة الفانكشن اللي بتعمله مثلا او العظم اللي بتلزك فيها فمثلا عنا طلعوا أبدكتر ديجي تاي مينيمي طلعوا أبدكتر عضلي تعمل أبدكشن ديجيت ديجيت اصبح مينيمي صغير أبدكتر ديجي تاي مينيمي شايفين هاي العضلة هاي 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 شو بتعمل هاي هذا الاصبع الصغير بتعمله أبدكشن شو سموها من اسمها نستنتج إنها أبدكتر تفوش جايين عكل أسماء العضلات في الجسام الاستبلاوة في عضلات الأصابع أبدكتر ديجي تاي مينيمي في مرات بتسمين بناء على وين هني هل هني ميديا لاثيرال بوتيريار مرات بتسمين هالهن طوال هالهن كسار برييفيس لونج يعني يعني مثلا هاي فليكسر بوليسي برييفيس طلعوا هاي بتعمل فليكشن بوليسي لصبع برييفيس كصير معنى برييفيس كصير برييف برييف شو معنى برييف قصير واضح أوبينونز بوليسي أوبينونز بتعمل أبوزيشن فهمنا أبدكتر بوليسيز بتعمل أبدكتر فكل واحد من اسمها طبعا مش للحفظ يعني نعرف وين هني وين ببلشن بس نفهم لما واحد يقول لي أبدكتر ديجي تاي مينيمي بفهم إنها هاي بتعمل أبدكتر لميا مثلا الترايسبس ذاكرين كيف سميناها ها ثلاث روث البايسبس والترايسبس ثلاث روث وإن الراثين فإلي هن أسماء بناء على شكلين مرات يا جماعة الفانكشن اللي بيشتغلنه ها ممكن أو وين ملزكات يعني مش شرط شو بعملين مرات وين ملزكات وين ملزكات في العظم شايفين هاي العضل اللي زي الدنيا السخلي نازلي هاي اسمها ستيرنو كليدو ماستويد ماسكي مع ستيرنم مع اللي كلافيل مع الماستويد هاي الماستويد شو سميناها ستيرنو كليدو ماستويد هاي بتباين بتركبه لما نشد ركبتنا ستيرنو كليدو ماستويد فمن أول ما أسمع اسمها ستيرنو كليدو ماستويد بعرف إنا ماسكي مع ستيرنم والكلفيل كله وين مع الماستويد بروسس كأن عظمة هاي الماستويد شايفين هاي الماستويد بروسس هاي بروسس معناها خروج الماستويد المستويد بون طالع بس كنت المسل نيمز مرات وين بلا الزكن زي ما انتوا شايفين ماسك ستيرنو من ستيرنم كليدو كلفيكل مستويد من المستويد بروسز طبعا أسماء كثير للعضلة راحين نشوفها راحين نشوفها الضخمة الكبرى يعني مرات تسمعوا العضلة الكبرى دايما يا جماعة الجلوتيس الجلوتيال ريجن أو البتوك الكفة الجلوتيال مصل مينيمز معناها صغيرة عضلة صغيرة لونغس معناها عضلة طويلة برييفيس كثيرة سارتوريس زي الخياطة بوليسز يعني لها علاقة في الإبهام هالوسز بنسبة لإبهام القدم لما نقول عظمي هالوسز لونغس أو هالوسز معناها بنحكي عن مين عظمي لها علاقة وين في إبهام القدم بوليسز لها علاقة في إبهام الفلكسر تعمل فلكشن اكستنسر تعمل اكستنشن لتسمس عريضة قبل شوية قمناها ترابيزياز زي المنحرف ها شكل العضلة زي شبه المنحرف سريتس زي المنشارة ريكتس مستقيمة هيك تبكي ها مستقيمة زي جوماتيك اللي هي هون هذولا اللي بين فقن الوجنية ترانس بيرس المستعرضة تيجي بالطول ريزوريس من رير يعني من الضحكية رير ريزوريس ها بتبين زي الإبتسام مثلا نشوف هنا ماسيتر هاي العظمي ماسيتر هاي اسمها الماضغة برونيتر هاي اللي بتعمل برونيشن سوباينيتر اللي بتعمل سوباينيشن هاي يا جماعة صفات توضع للعضلات صفات توضع للعضلات هسا احنا احنا مش انه بنا مننا نفهم لما نفهم لكسمة دورساين مصر يعني عريضة ما نعرف انه الريكتس هيك دا فيك مطاولة لونجس داما دي بك فيه اشي لونج معناها فيك باله اشي شو لما فيه اشي ضخم شو دي بك مينيما ماكسيمس شو ديك بك باله مينيما واضح لما يكون فيه فليكسر شو بديبك لما يكون فيه سوباينيتر شو بديبك سويس فالمتعاكسات مع بعض لما نشوف سريتس ريكتس ترابيزيس هذولا اسماء للعضلات بحطوهن كابلهن مشان يوضحن كيف شكلهم واضح في عنا الليفيتر الرافعة شو مالا الرافعة دي بريسر الخافضة مدام فيه الليفيتر شو فيه في عنا الروتيتر اللي بتدور في عنا سفينكتر العاصرة في عنا العضل العاصرة سفينكتر أبدكتر الدكتر تعرفوهن بكترالي شو معناها لما تقول عضل بكترالي سفينكتر بصدر ميجر كبيري ماينار صغيري تيرز دورة راوند سريندك غاسترونيماس اللي هي عضلة اللي هي بقطة الصاك ما فيش غيرها البقطة هاي غاسترو شو كنه غاسترو غاسترو بطل فهذا شو اسمه غاسترونيماس هاي اسمها غاسترونيماس سمي تندونس نفس وطرية ها بتيجوا بتيجوا بشوفون سمي تندونس اكستيرنس البرانية الظاهرة انتيرنس إذن مدهان في اشي اكستيرنس شو تبقى له انتيرنس فاستس فاست فاست شو معناها تبكى صغير وبعدين تتسع ديجيتوريام الى علاقة في الاصابع اوربيكولارس اوكلاي اوكلاي عين اوكلاي عين اوربيكولارس من مدورة اوربيكولارس اورس ها اوربيكولارس اورس اللي هي العضلة الثمية هسا طلعوا في عضل مدورة على الثم وفي عضلة مدورة على العين اوربيكولارس شو معناها عضلة مدورة اورس اور اللي هو افتم اوكلاي اللي هو شو يا جماعة العين اوربيكولارس اورس اوربيكولارس اوربيكولارس اوكلاي معظمها شو تندن بتكون بس هون يعني هون هون في مقدمة التشريع منا نفهم منا نفهم شو معنى بكرا مالسيتر اجيتي استنيت جاي كالقولك في عضلة في عضلة اسمها المسيتر مصر اكتعرف انها هاي التنبر طبعا ايه ها بداية والها نهاية ولا قصة طويلة وكيف شكلها بس اكتعرف على كالي انها شو بتعمل هاي ايه ها علاقة في الماضي لما نشوف الريكتاس طويلي ها رانز بيرز تيجي مستعرضة هاي دتيجي بالعرض مش بالطول كويس ريزيس اللي هي زي تضحك تبكى هيك زي تم بضحك ها شكلها ف القصد هون مش نروح نشوف امثلي يعني وين موجودة هاي وين موجودة بس نعرف لما نقول انتيرنس مثلا بكرا اسمه مصر انتيرنس لكتعرف شو ديجي توريام منيمي هسا اخذناها يعني تهمنا لكتعرف ديجي توريام الها علاقة ويا في الاصابع واضح نفس الشي نفس الشي نفس الشي فعلا في مرات يعني هو ليش بسمو الشغلات هيك زي ليش بسمو اسمك انت محمد واحد اسمه حسام شو المنطق بالتسمية شمنطق عادي عادي فاهم عليك فاهم فاهم يعني مرات تلك خلص ماجنص بسموها ماجنص مرات ماجر نيح ما بتعرف ليش ما يعني اه هيك يسم هيك يسم يعني يسب تلك بس ديروا بارك لو نسمع ماجر ديكبالها شو مينر لما تلك تبالها ماكسيموس معناها مينموس بالعادي دائما هدولا استفات المتضادة لما تحف صفة متضادة لك تشوف في اللي ثنتين لونغس بريبس اسكيلة المصل الهنشيب اسكيلة المصل شو ما لين الهنشيب الهنشيب في عنا هايشي اسمه فلات مصل فلات مصل شو يعني فلات مصل شايفين عضل الفوكا هذيك الفوكا فلات مصل مسطحة هاب برا للفايبر فيها فايبر متوازي مع بعض وماسكي مع عبنيروسيز مثل بتكون برود وفلات مصل زي السارتوريس ها واضح في عنا يا جماعة زي سورة زي الاكستيرنال اوبليك هاي الاكستيرنال اوبليك هاي الاكستيرنال اوبليك ها وهاي السارتوريس هاي السارتوريس شباب زي تبكي هيك يعني ملساء ها تبكي هاي هاي العضلة هاي العضلة شو ما لها هاي مش زي ما ينبيني هاي تبكي فلات ها تبكي مسطح المثال والسارتوريس وإيش يا جماعة والسارتوريس في عنا البنات مصل شو البنات مصل بنات زي الريش في عنا فيدر لايك زي إيش فيدر لايك طبعا يا جماعة في عندي يوني بنات شو يعني يوني بنات شق ريشي وحدي باي بنات ريشتين ملتي بنات شايفين هاي العضلة عليها ريشي وحدي شو نسميها يوني بنات هاي ضاي بنات أو باي بنات شو يعني باي بنات ريشتين هاي العضلة أكثر من ريشي شو نسميها ملتي بنات الأمثلة عليها الباي بنات والملتي بنات واليوني بنات الاكستيرنس ديجي توريام لونغس هاي الاكستيرنس الاكستيرنس ديجي توريام لونغس هاي يوني بنات المالتي بالنيت اللي هو الريكتس فيوميرس بالنيت الدلتويد مصل اللي هون هاي شو هي مالتي بالنيت مالتي بالنيت ريشي ريشتين اكتر من ثلاث ريشتين عليها الدلتويد هاي مثال على المالتي بالنيت الريكتس فيوميرس على هاي شا جماعة الباي بالنيت والديجتوريام لونغس اللي هي اليوني بالنيت حسا في عنا إذن فلات مصل في عنا بنيت مصل شو فلات مصل عريضة فلات مصل معناها عضلات شمالها مسطحة في عليها أمثلة بنيت مصل رياشية فيها ريش شكل الريش هاي يوني بنيت باي بنيت ملتي بنيت وعليها أمثلة في عنا اللي في يوزي فورم مصل شو يعني في يوزي فورم مصل هي سباين ديالشيب شو كنا سباين ديالشيب مغزليات with around thick belly يعني شو around thick belly إلها خسر ماله هاي المشهورات العضل العضل دائما مشهورة من النص إلها بطن وإلها بالأخير شوه أطراف زي مين زي البايسبس براكاي هاي دائما من كلها بايسبس بس يسميها الحقيقي بايسبس براكاي شو اسمها بايسبس براكاي لأنها هاي البريكي خليس ليش هيطلع شباب هاي بسموها فيوزي فورم فيوزي فورم هي سباند الشيب زي المغزل من النص ناصحة من الأطراف شو بتكون صغيرة زي البايسبس في عنا الكونفيرجانت مصل شو يعني الكونفيرجانت كونفيرجانت مصل بتيجي ببرود من منطقة عريضة بعدين بتعمل كونفيرج لتندون صغير شو بسموها هاي يعني شو بتيجي من منطقة عريضة بعدين بتروحا منطقة دياك يعني تفكي كبير من البداية بعدين شو بتصير سموها كونفيرجانت زي البكتورال سمksi هاي العضلة هاي العضلة اللي هون بتبلش هاي بداين تجي بتمسک هون فهي ايش يا جماعة كونفيرجانت مصل هوا كونفيرجانت مصل في عنا كوادريت مصل شو يعني كوادريت رباعية كوادر كاتخ كوادر شو معناها رباعية فيها أربعة equal size هيك يسميها هاي زي الكوادريتس أو الركتس abdominis اللي موجودة جوه البطن بين التندون هاي اسمها كوادريت مصر كوادريت مصر أشكالكم تحفبوها كونفيرجنت مصر بتبلش عريضة بتروح صغيرة كوادريت مصر مقطع على أربع قطع طبعا شو هدول القطع اللي ببينين يا جماعة تندون بتوين المصل تندون بتوين المصل سيركولار أو سفينكتر مصل شو يعني سيركولار مدورة زي عصة حكينا هالأوربيكولاريس أوريس مدورة هاي في عضلة عالتم مدورة في عضلة عالعين شو ما لها مدورة ملتيهيد أو الملتي بلد مصل ملتيهيد أكثر من راس أو أكثر من خاصر زي البايسيبس براكاي زي الترايسيبس براسرقاي زي الضاي جاستريك مصل اللي موجودة في الركبة ها كوني هذول بسموهن إيش يا جماعة هذول بسموهن ملتيهيد ملتيهيد إذن يا جماعة هاي ملتي بنيت هاي الكونفيرجان هاي الكوادريت هاي الفلات هاي اليوني بنيت هاي الباي بنيت هاي اللي هاي الفلات هاي شو هاي الفيوزي فورم هاي السيركولات هذول هم أشكال العضلات اللي موجودة في جسم أولا أسا الكونتراكشن of the muscle الكونتراكشن of muscle نحن نتكيف الوضع توب أس نعم نعم ها كيزيفور صعين وملتيهيد الهرسين شباب الكونتراكشن of smooth muscle الكونتراكشن of smooth muscle احنا smooth muscle زي ما انتم شايفين هاي عضلي هاي عضلي هاي الصورة العضلي ماسكي عضمي مع عضمي لما العضلة تكسر شو بصيف العضمات بكربين عبعد إذن سكيلة المسل كيف تعمل بس باي contracting بعمل بالنج نيفر بوشنج شو هادا العضلات فقط بتجمع ما بتدفع العضلات لا تدفع تسحب بس شو يعني هسه أنا هسه أنا مرحبا مرحبا هلو يا هلا شباب شباب في عنا في عنا العضلات حتى أنا الشاب هذا باجي بفله هيك شو أنا أعملي هيك بوش العضلات فقط بتعمل هيك سحب بولنج طب من بوشنج ولا مرة ليش لأنها العضلية جماعة لما ترتخ في عضل في بالها بتعمل الحركة الثانية يعني مثلا لما إيدي عمل هيك أنا بتعمل بولنج هاي لما عمل هيك أنا بتعمل بولنج هاي شو صار طبيب هاي يعني بوشنج لا اختخت بس بس لتخ فلذلك العضلات ما بعمل بوش شو بعمل بولنج لأن أصلا يعني كل حركات جسمنا ناتجات عن قصر العضلات فقط عن قصر العضلات ولا مرة بوشنج دائما شو بولنج تهمتوها الفكرة هاي سواح مش تقول طب كيف أنا عضلتي بتزك هيك عضلتك بتزك هيك لأنه في عضلات عملين بولنج بس معملين بوشنج لما أعمل هيك أنا طلع لما أعمل هيك طلع لما أعمل هيك هاي العضلة شو عملت هاي عملت بولنج العضم للعضم هاي هاي ارتخت بس لما أعملت فيدي هيك كل الحركة اللي عملتها بس عضلية في البولنج العضلات ما بتزك العضلات شو بسحط ها طبعا هو بر مثلا أسرح بيقول طيب في عنا المسكيلو فينس بامب المسكيلو فينس بامب العضل شو بتعمل العضلة شو بتعمل ذاكرين العضلة لما تضغط على البين مشان يتطلع طب العضلة شو عملت بهاي الحالة بوش طب انت شو تخبر لا هاي هاي حالة فينه منها هاي لأنه لأنه العضلة لما ينفخ البلي تبعها ضغطت على المسكيلو فيناس بامب أما هي حقيقة شو عملت بالعضلات وبسكيلتون شو عملت بولنج ما عملت بوش وين مص عندما العضلات تصل لها contraction يا جماعة بصير short للمسل يش هيك تكسر المسل شو معنى contraction قسر لما العضل تكسر وبما إنه بما إنه رسينها بما إنه رسينها بما إنه رسينها املزكات مع بعض بما إنه يعني بما إنه الطرفين املزكات شو بالأخير بدو يصير بولنج صح بدون ما يكون شغلتين ملزكات يعني طرفي العضلات ملزكات بجهتين مش رح تصير عملية يعني افرض هاي العضلة محل ما هي ملزكة في العضم هاي قطع هل بغضر أصحض ما بدرش فلذلك بدي بدي attachment مشان أعمل يعني عملية contraction التن عملية الانكباض العضلة بدي عضلة بتعمل أول ش contraction صح ثاني إش بدون هذا بيصير عندي movement ما بيصير movement فالattachment ها تبعت العضلة بيقولولها origin و insertion الattachment تبعت العضلة شو بنسميها origin و insertion شباب بسيطة جدا الأمور أنا مشان العضلة تشتغل أي عضلة في جسمك مشان تشتغل يجب أول إش تكسر تكسر مشان تسحب صح تكسر بيسموها تكون traction طب مشان تصير الحركة غير إنها لازم تكسر لازم تبكى مربوطة بجهتين ولما تكسر ما بيفكين ها تبكين ما تكات مع بعض طب بصير contraction وبتصير المومن السهي بتمسك إذن العضلة بتمسك بالمحلين المحلين بيسموهن الانطلاق origin أو البداية والinsertion الدخول يعني المحل ما بتبلش العضلة المحل ما بتنت يعني أنا في عندي عضلتي هون عضلتي هون هاي العضلة ماسكي مع العظمي هاي وماسكي مع العظمي هاي صح مش هيكا فيه لها origin وفيه لها insertion يعني بالعربي لها to attachment لها to attachment مش صح لازم كان to attachment على كلي شو to attachment منسميهن origin وinsertion هيك حبو يسموهن ليش طب كانوا origin وinsertion يعني منين جابوها فكرة origin والinsertion هيك حبو يسموه كان origin proximal لما تبكى الشغل كريبة عليك شو بسموها origin يعني أنا قضلتي هاي قضلتي بتلزك هون وهون صح طب ليش سميتها هون الorigin وهون الinsertion لأنه هون proximal هون شو دست فسميتها ايش يا جماعة origin وinsertion اذا origin usual proximal usual بيكون الinsertion هو usual كلمة usual شو معناها شباب ايدي ايدي هاي وان البروكسيمال تبعها هون اذا هاي العضلة لما تلزك هون شو منسميها origin لما تلزك هون شو منسميها insertion طب في عضلات يا جماعة في عضلات مثل هاي خربطتنا قالونا الorigin هون والinsertion هون طب ما هو هون بيزبطش proximal لأنه فيش خط صح طلعوا طلعوا هاي منين الorigin تبعها من هون ومن الظهر وحسا كنا الorigin تبعها من تي سبعة لالخمسة من الالياكي كريست من الربس طب هاي وين الorigin تبعها جناناتنا اه قالو الorigin محل ما هي ثابتة والinsertion محل ما هي موفابل وين تتحرك شباب وين بتحرك راسها صح اناولي بتحرك وبتغير موقعه راسها بينما الorigin شو ثابت فكالو خلص محل ما هي ثابتة اذا الشغلة بتزبطش proximal و distal ها شو منعمل ها شو منعمل الثابت وين متحرك اذا ثابت شو منسميه origin واذا متحرك شو منسميه insertion لأنه في عضمات في عضلات ما بزبط معها ايش يا شباب في عضلات ما بزبط معها في عضلات في عضلات ما بزبط معها origin اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا مش حط عليها ميوت ايه اه ايزابيل اه ويرضى لا هي هي ليش لأنه الصوت تبعها ايزابيل سمعتيني مش راح اسمعها اه اسمعتك ليش لأنه زبطناها الصوت بروح على هذا بروح على اله بقول شكرا لك اذا بل انك ضليت تسجلي يعني وضليت قمت بالواجب في فترة غيابنا شكرا كولي عفوان اذا فيبنا شو معنا origin وشو معنا insertion بس دائما مش هضا الكيس مرات تلك خرافية origin بمحل مش مثل محنا لبعض العضلات بتبعنش لها القاعدة تايجوهن تايجي وقته بيجي مكت طبعا الكونتراكشن اوف سموث مصل شباب الكونتراكشن اوف سموث مصل شباب الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم شباب شباب طلعوا سموث مصل سموث مصل الكونتراكشن بس صعب يكون بعض العضلات مثلا انت ويندوين بش اب شو يعني بش اب تعرفوها الديستل اند يعني مناش نخربط حسا انا لما لما اعمل بش اب انو اللي بتحرك فيي الديستل اند هاي شو تقريبان يعني وين بتصير الحركة هون صح ثامين الفكرة يعني من نعمل بش اب الديستل اند والدو ابرلم is fixed هاي الديستل اند ثاب تات انو اللي بتحرك شباب البروكسيمال صح بس لما يا جماعة لما اعمل حركة ثانية الديستل اند وقتها اللي بتتحرك يعني كيف انا بفهمكم يعني شو الفكرة هون الفكرة تافة ولا فينها تنحط اصلا دا تخربطكم هاي ولا ايها دور شو دور هاي دا تقولكم انو وين العضل بتتحرك ووين بتتحرك حتى مرات تتغير انت كيف تعمل انا لما اعمل تمرين لا احط ايديا على الارض واعمل البش اب تعرفوها البش اب اللي هو انو اللي ثابت فيي انو اللي ثابت فيي ايدي الديستل انو اللي بتحرك البروكسيمال صح البروكسيمال بس اسا انو اللي بتحرك في الديستل وانو اللي ثابت اه لما اعمل هيك تقريبا انو اللي ثابت اه فلذلك وانو اللي ثابت وانو اللي مش ثابت مرات حسب الحركة واضح طبعا هنا بشكل عام البوك الكتاب طبعنا بيستخدم بروكسيمال ديستل ميديال اه مشان يحكي عن المصل التاجمنت اكتر من منو يقول اه يعني بحاولوا قدر الامكان انو مشان ما يخربطوش انين موفابل وانين نان موفابل بس هيك خر فيه فارطة بالاخير بالاخير هيخر فيه فارطة ليش اقول لكم ليش لانو كل عضلة راح ينتجوا عليها الى origin وانسيرشن راح ينتعرفوها يعني كيف يعني اللي تفهمكم اياها الشغلة مش شغلة فهم الشغلة بكرة كل عضلة بتيجوا عليها الها انطلاق والها انسيرشن تروحش تقول على القاعدة تبعتنا بروكسيمال ودستال لانو مرات حسب حركة جسمنا بتفرك الشغلة فهمنا بس بالاخير انت مجبر انك تعرف شو الوريجين وشو يعني انا لما اعمل هيك طلعو لما اعمل بيدي هيك اناولي ثابت اثابت كل في عضلة هون في عضلة هون في عضلة هون انين اتحركت الوريجين ها انت بالاخير هاي العضلة راح تعرف وين الوريجين تبعها وين الانسيرشن تبعها حتى لو عملته ها ولا عملته فهمنا واضح 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 الفكرة يعني هاي بدي يكلنا مش بدي يكلنا معلومة علمية بدي يكلنا بالعربي الفصيح انه ممكن انه الوريجين والانسيرشن متل ما اتفكنا انه موفابل ونط موفابل اه انا بكرة لما اغير طريقة حركة العضو اه او ايده او اجري ممكن يتغير انه بتحرك وانه ثابت تروح بكل هي لا لا ما هو بكرة كل عضلة راح تنتيجوا عليها وين بتبلش وين تنتم حتى لو كانت غير منطقية بس هاي بداية وهاي نهاية شو لا مبصرش لا لا كل عضلة الها اوريجين والها ثابت بغض النظر عن الحركة بغض النظر كيف انت وشو تبتتي وشو حررت نهاية هدا في سلايدي فمن بعدين بعدين صبير الاصل القاعدة بتقول القاعدة بتقول القاعدة بتقول القاعدة تقول القريب والبعيد شو انسير شنو اذا لم تنطبك بصير القريب الذي يتحرك انسيرشن والثابت شو هو بس مرات مرات تيجي عضلة مثل هاي مثلا مرات تبكى هين بتحرك ومرات هون بتحرك شو رأيك يا عمي علفاضي يعني بالاخير هاي العضلة لها هاي العضلة لها بداية ولها نهاية لها اوريجين ولها انسيرشن بغض النظر كيف حركتها وظل ثابت هذا يعني مش تحركت هيك اشي وذا تحركت هيك اشي تبكى اوريجين والانسيرشن تبعا بيضلوا شو مالو ثابت هون اوريجين ها وهون انسيرشن عشان ما تخربطي يعني هذا يعني صراحة سلايدي خربط اكتر حطتها هي من الكتاب بس حطتها بتخربط الطالب اكتر ما بتفيده خلص بروكسيمال ديستال مش هستفقنا مع بعض بروكسيمال ديستال او موبابل ونن موبابل صح خلص بالاخير ما انتو جايين الفصل الجاي هاي العضلة تقسمها وين بتبلي شون تنتي لما يكون لكها القضلة بتبليش هون تنتي خط بتبليش هون تنتي لو حركت هيك ولي حركت هيك فينا واضحة في عنا ريفليكسيب كونتراكشن ريفليكسيب كونتراكشن شو يعني ريفليكسيب كونتراكشن اظنى انا لازم اخر اشي يا جماعة ريفليكسيب كونتراكشن شو معنا ريفليكسيب كونتراكشن واحد بيجوا بكل واحد حياتكم ما تنسوها تتعاملش بردات فعل استخدم عكلات صح مش هيك من كل الناس مشان ما تنسوهاش بحياتكم تتعاملش بردات فعل استخدم عكلات شو لا تتعاملش باستخدم عكلات يعني معناها كأنه فيه إشي بيشتغل فينا أوتوماتيكي بدون ما نستخدم عكل ما لأنه هذا أساسي في حياتنا بدونه من موت كيف يعني؟ أنا لما أحفت إيدي عائشة سخن ها هي فأيدي كان لمخي ها والله سخن يلا كيهم إيدك بصير شو مالي؟ محروف أشوف أسد لاحقني كابل ما أميد الأسد شو اللي لاحقني؟ بطير أركض ها بداية رفلكسات هذول الريفلكسات ربنا خالكها هذولا مشان ما يدخلش العكل على هذول رفلكسات أوتوماتيكية سريعة مشان إيش يا جماعة ربية الفعل تصير سريعة كويس؟ ما بيزبط ها صح؟ هم بقولوا السموث ويسكريتا المصل هي فولنتري ها؟ بس مرات بتبكى أوتوماتيك شو مالها؟ أوتوماتيك يعني الفولنتري الفولنتري مرات بصير اين الفولنتري؟ رفلكسات سريعة مثلا لما يزيد ثاني أكسيد الكربون بجسمك بتأخذ نفسك غصبا عنك مع إنه الكفص الصدري شو ماله؟ سكيلتا المصل بولنتري بس أين تجرب بيحبس نفسك؟ تقدرش رفلكس هذول رفلكسات تيجي أوامر غصبا عنك ده تتنبت في عنا الميتو اللي هو الريفلكس اللي مشهور لما نخبط على إجرنا ها؟ لما نخبط في الهمر على إجرنا هاي اللي بعمله عندي بتكسور هاي يا جماعة الريفلكس بروحش على المخ أنت لما تضرب قضلة تكون بتعمل هيك طب ليش تعمل هيك؟ أنا اللي بأمرها تعمل هيك ليش طب إن أمرها بتعمل هيك؟ لأنه تضغط على الوطر هنا بتيجي الأعصاب بتروحها للنخاع الشوكي النخاع الشوكي منه بطلع الأمر وبرجع للعضل بخليها تعمل إيش يا جماعة؟ كونتراكشن فهمنا؟ ما منستخدم عكلنا في هالكصة لأنها بتصير رفلكس عمستوى سباينال كورد حتى لو راسنا ما كيوم هاي بتشتغل الريفلكس هدول اسم هال؟ الريفلكس إذن يا جماعة الريسبايراتوري موفمانت ها؟ هاي بتحكم فيها رفلكس أنت صح حسي واحد تقول لك قد نفس طلع نفس تقدر تعمل يعني تقدر قضلات تصدرك شيء كلين بلنتاري فتونت نايم أنهولي بشاغل هين الريفلكس الريفلكس لأنه يا جماعة ما بزبط صح؟ إحنا فيه كونترول فيه كونترول ها؟ بس الكونترول مش فل ها؟ فيه مرات بدخل أنهو الريفلكس في شغل هاي المحلات فالريفلكس هو عبارة عن حركة بيكون فيها الجسم ردة فعل بدون ما توصل للمخ بتصير على مستوى سباينال كورد حتى شو يا جماعة حتى المخ بيطبطها حتى المخ شو بيعمل مرات؟ بيطبطها يعني استخدم مخك حتى مش منقول الوقع تتعاق لما واحد يعمل قوش مع واحد بكله استخدم مخك تتعاملش بردات فعل ليش يا جماعة المخ لما يدخل عخطوط الريفلكس بهديها ليش الريفلكس أولنا يعني أنا لما هست شايفين شكرا للمشاهدة بسكرا للمشاهدة بسكرا للمشاهدة